اشتركوا في القناة سنعرض عليكم ستة امور يجب الانتباه اليها في النظافة الشخصية ابقوا معنا اولا تعطية فمك بيدك عند السعال او العطس حينما نغطي افواهنا بايدينا عند السعال او العطس فاننا بذلك نساعد على وصول الجراثيم الى وجوهنا مما يؤدي الى الاصابة بالطفح الجلدي والاحمرار وعواقب اخرى غير سارة خاصة بالنسبة للامراض المعدية لان فرق عيناك بيدك يمكن ان يحفز الاصابة بالتهاب الجفون لذلك يجب ان تغطي فمك بمنديل ويفضل ان يكون منديلا ورقيا للاستعمال مرة واحدة فقط واذا لم يكن معك منديل غطي فمك باستخدام كوعك ثانيا استخدام وسائل الاستحمام كل يوم تحتوي بشرتنا على بكتيريا نافعة تحميها من العدوى وتحافظ على رطوبتها طبيعيا والاستخدام اليومي لوسائل الاستحمام يدمر هذا الحاجز فيصبح الجسم اكثر عرضة للاصابة بامراض مختلفة كما تصبح البشرة اكثر جفافا ما يمكن ان يؤدي الى الاصابة بمرض الاكزيمة لذلك فان الاستخدام اليومي لصابون وسائل الاستحمام ضروري فقط لغسل يديك وابطيك ثالثا استخدام الكثير من معجون الاسنان وضع الكثير من معجون الاسنان على الفرشاة يجعل شعيراتها تنزرق فوق الاسنان بدلا من تنظيفها فعلا وهو ما يقلل من جودة تنظيف الاسنان كثيرا لذلك الكمية الموصى بها من معجون الاسنان للبالغين ما يعادل كرة في حجم حبة البازلاء وبالنسبة للاطفال فان حجم حبة الارز كافية رابعا استخدام الكثير من بلسم الشعر يحتوي بلسم الشعر على نسيج كثيف بفضل السيليكون وغيره من المكونات التي تهدف لجعل الشعر ناعما ولامعا وبوضع الكثير من البلسم يتعرض الشعر للاتساخ بسرعة كما ان وصوله الى فروة الرأس يسد المسام وهو ما يؤدي الى زيادة الدهون وضعف نمو الشعر لذلك الكمية المثلى من البلسم ما يعادل قطرة بحجم عملة معدنية صغيرة ويجب وضعها على اطراف الشعر الجاف او المتقصف فقط خامسا تقليم الاظافر طبقة الظفر مصنوعة من رقائق متراكمة فوق بعضها واستخدام مقلمة الاظافر يشوه هيكل الاظافر اذ تبدأ في التقشير والانكسار اذا كنت بحاجة الى قص اظافرك الطويلة قصيها لتكون اطول مما كنت تريدين ثم شكليها كما يحلو لك باستخدام مبرد الاظافر يحتوي طرف قلم الرموش وخاصة فرشات اي قلم تحديد سائل يحتوي على بكتيريا يمكنها التسبب في العدوى اذا وجدت طريقها الى الغشاء المخاطي للعين وحين يمزج بالدموع يخلق كحل العين ظرفا مناسبا لتكاثر هذه البكتيريا لذلك لا يفضل استخدام هذه الادوات لتجميل عينيك اشتركوا في القناة